مرحبا حبايبي أصحاب برج الدل وشلومكم إن شاء الله تكونوا خير اليوم راح أقرأ توقعاتكم العامة التوقعات راح تكون تشمل العمل العاطفة الصحة على الصعيد الأسري العاطفي المرتبطين المنفصلين العزاب حتى المطلقين سحبت لهم ورقة حتى ما يزعلوني عندي لأن دائما بالتعليقات يكتبولي التحديات اللي راح تواجهك نقاط الضعف نقاط القوة اللي موجودة عندك القراءة طبعا تشمل البرج الطالع والشمسي والقمري يعني اللي طالع دلو أو حتى القمري مالتا برج الدلو ممكن تنطبق عليه القراءة وإن شاء الله تنطبق عليكم جميعا لأنه كلش قراءة إيجابية وحلوة ما شاء الله وإن شاء الله تتحقق كل التوقعات اللي راح أقول لكم إياها سووا لي لايك إذا عجبكم الفيديو واشتركوا بالقناة إذا شنتوا ما مشتركين وتركوا لي آراءكم بخانة التعليقات وخلونا نبلش الفيديو بداية برج الدلو ممكن تكون تتعامل شن التتعامل ويا شخص من برج العقرب برج العقرب هذا أشوف أنه هو من النوع اللي عنده نوع من العصبية الهجومية هذا الشخص ممكن يكون جد ما تحاول تبني وياه أو مو شرط يعني برج العقرب وتبير يعني أي ساين ثاني عادي لأن الناس أكون تسأل بالأبراج يقول مو هذا البرج فالأبراج هي الفئة محددة من عندكم اللي يتعاملون ويا الشخص اللي برجي أقوله يعني بالذات القراءة ممكن تطبق عليهم أكثر من عندكم أنتو فأشوف أنه أنت مريت بصدمة عاطفية ممكن تكون حتى صدمة بصعيد العمل ممكن تكون انفصلت من عمل تركت عمل صار لك فترة أو طلعت من عمل بظلم أكو شخص خرب عليك بشغل أو حتى بعلاقة وأدى أنه هاي شغل أو العلاقة تنتهي وتنهد أشوف أنت طاقتك بالفترة الحالية عندك نوع من الغضب ممكن تكون تتمر بمشاكل مشاكل المادية مشاكل عائلية مشاكل على الصعيد العاطفي بالنسبة للناس اللي علاقتهم بعض منهم أشوف علاقة مهزوزة بيناتكم فأشوف أنت عندك طاقة غضب كبير بالفترة الحالية طاقة التعصب وصاير عندك عناد عنيد جداً أنت بالفترة الحالية ممكن تكون تتعامل ويا شخص من برج الثور برج الثور اللي أنت تتعامل وياه هذا الشخص ممكن يكون ما يتقبل النقاش لأنه بعد برج الثور هو ينطبق المثل بيه بالعناد فأشوف أنت تتعامل ويا شخص عنيد جداً شخص ما يهتم لمشاعرك شخص بالنسبة إلك متعب شخص دائماً من تحت شوية يخليك توصل إلى مرحلة الانفجار من كثر الضغط اللي يضغط عليك أشوف أكو شخص ضغط عليك بسابق وهذا الشخص قلت لكم ممكن يكون برج الثور أو حتى برج الميزان فهذا الشخص تعبك هواية بحياتك ممكن تكون انفصلت عنه أو بالفترة الحالية أنت بحالة انفصال أكو قناع سقط من شخص موجود بحياتك وأنت بالفترة الحالية ممتعب من تصرفات هذا الشخص أو حتى من حقيقته ممكن يكون كان غاشة كبيت حلو منظر حلو يعني ظاهر حلو ولكن جوهر هو ما كان جوهر نظيف ما كان جوهر جميل يعني هو فقط مظهر خارجي فأنت اكتشفت على حقيقته ومن اكتشفت على حقيقته هذا الشي سبب لك صدمة شبيرة بحياتك وخلى أمورك كلها يعني تتبعتها من بعد حيرة انت تشنت بيها من بعد تردد كبير اتجاه قرارين أو حتى شخصين ممكن تكون عندك مشاكل عائلية قاعد تحاول تصلح بين شخصين أو حتى بينك وبين شخص فأشوف جينة ما أخذ هدنة عندك وضع الهدنة ويا هذا الشخص ولكن من كثر ما ضغط عليك انت صار عندك نوع من الانفجار فأنت انفجرت على هذا الشخص وصار ببيناتكم كلام جارح تجريح بالكلام وأدى هذا الشي إلى مشكلة ببيناتكم سببت أنه يصر بينكم زعل أو حتى فراقة أو انفصال لبعض منتكم أشوفك أنت يعني حاجة بصراحة من بعد فترة خذت سكوت وتهتم للمشاعر وانفجرت قلت لك عندك هنا طاقة البركان وانفجرت كانت عندك بركان من الغضب بداخلك وفجرت على هذا الشخص ووقفت العلاقة بي قطعتها صار عندك كلام مواجهة بصراحة بينك وبينه إذا تنتظر مواجهة من هذا الشخص اللي أنا قادة هتعرف المواجهة راح تكون موجودة خلال أسبوعين منها يعني من التاريخ ما أنت تشوف الفيديو أسبوعين أشوف المواجهة راح تكون بينك وبين هذا الشخص وراح يصير كلامه بصراحة وراح يعتذر منك هذا الشخص من بعد ما يعرف غلط هسا هاي الطاقة العامة قلت لكم ممكن تكون على صعيد العاطفي والأسري وممكن تكون على صعيد العمل إنه أنت انفصلت من العمل بسبب العصبية الزايدة ممكن شخص بالعمل ضغط عليك كهواية وصارت مشكلة بينك وبينه وهذا الشيء أدى لأنه أنت انفصلت من العمل وطلعت هذا كله يعني خليه بالماضي خلينا الويلة فورتين يعني عجلة الحظ طلعت لك أول ورقة الشيء اللي يتوج هاي السنة أنت عندك الحظ كله وياك أي خطوة تريد تقدم عليها ابدأ بيها تشتغل عليها بهاي الفترة عندك وضوح عندك مخاوف كانت بسابق أشوف راح تتخلص من عدها الأوهام اللي كانت موجودة حتى الأمور اللي مضمومة عليك عندك وضوح راح تنكشف لك هواية أمور هواية أسرار ممكن حتى هواية أقنعة سقطت الأقنعة خلاص أكو هواية ناصب حياتك تشانة ولابسين أقنعة سقطت الأقنعة من عدهم ممكن يكونون من العائلة ممكن حتى يكون شريك عاطفي لبعض من عدكم عجلة تلحظوا ياك وطبعا طلعت لك وياها الناينوف بنتك فأوضاعك المادية راح تتحسن تحسن كبير أنت نفسك راح تتفاجئ من عندك البعض منكم أشوف اللي عنده عمل ثابت أكو عمل ثاني تركيزك على العمل كبير جدا راح تشتغل بدل الشغلة شغلين وثلاثة حتى تحقق استقرار مادي وعندك هنانا ورقة الناينوف بنتكال والتينوف بنتكال فأنت عندك تقدم من التسعة للعشرة أمورك أشوفها بالعمل أمورك المادية أمورك حتى العاطفية العائلية كلها في استقرار تام على الوضع العام يعني الطاقة العامة أنت بلشت تعرفه هواي ناس على حقيقتهم بلشت التعب اللي تعبته بالسابق المشاكل اللي كانت عندك كلها الأمور اللي كانت متعلقة طاقة الحط طلعت وياك الويلة فورتش الأمورك كلها راح تبلش تتغير تغييرات كلش سريعة راح تصير بحياتك وعلى الصعيد المادي بالأخص قاعد أشوف البعض من عندكم عنده نجاح على صعيد العملي أو حتى إذا كانت لبعض الناس اللي عندهم دراسة أشوف أكو نجاح أكو انتصار أكو تقدم أكو شيء بعملك إذا كانت أنت داخل مجال عمل معين وقاعد تحاول تطور به راح يتطور هذا العمل اللي أنت به وراح تنعرف وتنشهر به وأكو ناس هواية راح تفرح لك به عندك تقدم بالعمل أمورك المادية في تحسن ممتاز ممكن أول شهرين من السنة تكون الأمور يعني بيها نوع من المعلقة ولكن بيها تحسن يبدأ النصف الثاني من السنة توصل لمرحلة الثاني من السنة يعني كل الأرباح اللي أنت منتظرها أو حتى ناتج العمل أو العمل اللي أنت ممكن تكون دخلت عمل جديد أرباحها كلها تبين أنت من نهاية السنة إن شاء الله راح تكون على الوضع المادي مستقر تماما ماديا وأمورك كلها تمام البعض حتى اللي عندك أسرة مثلا أمورك الأسرية استقرار مادي إلك والعائلتك قاعد أشوف كلش كبير منان إن نهاية السنة خاصة شهر العاشر شهر العاشر راح الأموال تبدأ الدرعيك من كل مكان البعض منكم ممكن يكون منتظر إذا كانت عندكم ورث أو حتى أموال منتظريها على الشخص صار لكم سنتين منتظرين أو حتى مشاكل تخص ورث أشوف هذا المشاكل راح تنتهي إن شاء الله بهاي السنة وراح تاخذ حقك راح تاخذ ورثك أو حتى الأموال اللي تشنت مديونية مشخص أشوفها راح ترجع إليك هاي الأموال وراح تفرح بها أمورك المادية كل شي زينة إن شاء الله تتحقق عليك وماكو أحلى منهيك أوراق تطلع للأمور العملية والمادية عملك أشوفها فيه تقدم ولكن محتاج من عندك بعض الانضباط والتنظيم حاول تنظم أعمالك إذا قررت تشتغل شغلتين فحاول تنظم وقتك توازن بين أعمالك وما تقصر ولكن الحظ لا جانبك ترجلوا كل التوفيق لكم على الصعيد المادي إن شاء الله يا ربي الله يرزقكم من حيث تحتسبون ومن حيث لا تحتسبون على الصعيد الصحي أشوف عدكم شفاء موجود أموركم الصحية تمام ممكن تكونون شتوا قلقين اتجاه مشكلة صحية مش شخص من العائلة المتزوجين ممكن يكون الطفل عدكم بالعائلة مريض وشتوا شايلين همه أشوف هذا الطفل عنده طاقة شفاء وفرحة عائلية راح تكون موجودة بشفاء هذا الطفل المريض ما قاعد أشوف شي خصكم ممكن شي خص العائلة يكون وتبر أي شخص من العائلة أنتم موجود يعني عنده مشكلة صحية أو أزمة تشان مار بيها أشوف عنده شفاء أكو فرحة عائلية أكو لما حلوة بعض النساء من برج الدلو اللي تشان متأخر عليكم الحمل صار لفترة أو حتى عدكم مشاكل بالحمل ما قاعد يتم أشوف عفو الحمل الموجود عدكم بهاي السنة إن شاء الله أكو عدكم طاقة حمل موجودة طاقة ولادة الطفل الجديدة ممكن تكون موجودة ممكن ذا أنت حامل وخايفة عندك مخاوف من الحمل فاشوف الولادة راح تسهل إليك وعندك فرحة بولادة الطفل الجديد راح يدخل للعائلة بالنسبة للأوضاع العائلية والأسرية لبعض منكم قلت لكم ممكن يكون صار يرزعب بينك و بين شخص من العائلة أو حتى شريك الزعل صار لفترة ممكن صار لثمانة شهر أو ثمانة أسابيع أو حتى من شهر الثامن هذا الزعل موجود بينك و بينك و خلافات اضطرت لأنه أنت أما أنت انسحبت بزعل أو هو زعل و انسحب من عندك هذا شخص قاعد يشوف أنه الأمور ببناتكم راح تبلش شوية شوية تهدأ وذا تشنتم منتظرين عودة شخص غائب عليكم أو شخص مسافر فأشوف العودة راح تكون بشهر الثامن إن شاء الله راح يرجع هذا الشخص اللي يمسافر أو حتى اللي يترككم و رحل يعني و صار بينكم و بيننا زعل فأشوف ممكن يتكون أكو بعض الخلافات العائلية تصير ولكن الأمور تعد بسرعة بسرعة ماكو مشكلة كبيرة يعني أموركم العائلية نوعا ما راح تكون مستقرة ولكن لا تخلوا من بعض اختلافه بوجهات النظر والخلافات أحلامك وتطلعاتك يا بور جدل وهي أحلامك وتطلعاتك بينما من الأوراق اللي موجودة فأكيد يعني راح تكون بالفترة الحالية قاعد تدرس مشروع أو حتى قاعد تدرس شراكة معينة أو قاعد تحلم إنه تطور بشغلك تطور أوضاعك المادية تحسنها تدخل عمل جديد شراكة جديدة فأشوف إنه أحلامك وتطلعاتك العفو إنه أنت تجد بالعمل اللي أنت موجود به وتكبر وتحقق نجاح وراح تحققها إن شاء الله النجاح فأنت مركز على عملك بصورة كبيرة بهاي السنة أنت منطلق يعني أنت راح تتقدم بكل قوتك اتجاه هواية أمور كانت معلقة بالسابق لتتأجلها دائما من هذه السنة هي سنة الانطلاقة إليك يعني أنت راح تبدأ من هذه السنة تنطلق وتجمع ثروة لحد السنين اللي جاي اللي راح توصل بها الورقة التين في بنتك اللي هو الاكتفاء المادي ورقة الثروة ورقة الاستقرار المادي خلص بعد أنت أمنت مستقبلك أمنت مستقبل أطفالك ممكن حتى بيتك فهي سنة الانطلاقة إليك حاول أنه تستغل كل يوم من هاي السنة لأنه الحظ بجانبكم موجود فحاول تستغل هاي السنة بمشاريعك بمعاملاتك بعقودك اللي بعض من عيدكم طبعا يشوف إذا شيتوا منتظرين شراء بيت فعيدكم هواية أوراق تنقل وهواية أوراق شراء بيت وأيضا هنا طلعت لكم فإذا شنتوا ناوين تطلعون من العائلة تنتقلوني البيت وحدكم الانتقال موجود لأنه أساسا هي ورقة العائلة طلعت لي ورقة الانتقال فأكون انتقال ممكن لبعض منكم بسبب مشاكل عائلية وخلافات راح ينتقل إلى بيت جديد يطلع من بيتها وينتقل البيت جديد اللي صار لكم فترة تفكرون أو حتى صار لكم سنتيا تحاولون تجمعون مبلغ حتى تشترون تشترون بيت تشترون عقار فأشوف الشراء موجود إن شاء الله بهاي السنة خاصة شهر العاشر وأيضا ممكن تكون يعني الطاقة قبلها أشوف أكو شراء بيت لكم بهاي السنة إذا شنتوا وانتوا صار لكم فترة تجمعون إلى وممكن حتى يكون شراء سيارة أموركم المادية أشوفها تمام تمام كلها زينة أموركم الصحية أموركم العائلية خلينا ننتقل للوضع العاطفي البعض منكم ممكن تتعاملون مع شخص من برج هوائي أو شخص من برج ترابي شوية متباطئ بالحركة هذا الشخص أشوفه ما قاعد يتقدم بالعلاقة خاصة بالفترة الحالية قاعد أشوف هذا الشخص مركز على عماله مركز على الأموال ممكن يكون هاملكم بصورة كبيرة فممكن حتى هذا الشخص من يصير كلام بينكم وبينه أو من يصير عتاب يتهجم عليكم هذا الشخص بسرعة ويجرحكم بالكلام أشوف عدكم حد الشخص ممكن يكون من برج هوائي أو من برج ترابي هذا الشخص قلت لكم عدة طاقة إهمال عالية اتجاهكم أنتو تعبانين من إهماله تعبتم من علاقتكم بي وبالفترة الحالية قاعد أشوف البعض منكم أما هو خلى حد لهاي العلاقة ونهاها أو خلال أول أسبوع من السنة يعني أول أسبوع من هذا الشهر أو بعد أسبوع من الأسبوع راح تتخذ قرار أنه تقطع علاقتك بهذا الشخص اللي علاقتك بيه متزعزعة ما بيه ثبات هذا الشخص يوم موجود بحياتك ويوم مختيفي يوم مهتمامي بك زايد يوم ما يهتم أصلاً وكل ما تحكي بيه هو عذره أنه هو مشغول بالعمل 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 فأشوف أنه هذا الشخص أنت راح تخليه لحد وراح تقطع علاقتك بيه هاي لبعض الناس اللي علاقاتهم متزعزعة أنت راح تتخذ قرار وقرارك راح يتتوج وقرار راح يكون صحيح راح تبدأ بداية جديدة وراح تقطع هذا الشخص تقطع علاقتك بيه من حياتك أو حتى التواصل ممكن أن بعض منكم يكون سوى بلوك أو راح يسوى بلوك بفترة الجاية قراراتك طبعاً بمكانها لأنه طلعت لك ورقة الاسوفوندس بداية جديدة القرارات الصحيح على الانتصار حتى فأنت راح تتخلي الكارما تشتغل على هذا الشخص لأنه أساساً ورقة الكارما موجودة وياك وهو راح يرجع بعدين يحاول أنه يصلح الأمور ولكن أشوفك أنت ما أخذ قرارك أنه تقطع علاقتك بين هاي بالنسبة الحبابي المرتبطين المرتبطين اللهم بلا حسد أشوف البعض منكم اللي مرتبطين خاصة صار لكم ثلاثة شهر تفكرونه بموضوع زواج أو بترسيم العلاقة أكو ترسيم للعلاقة أكو علاقات حلوة متكافئة حتى بالنسبة للناس العزاب وهسا داخلين بعلاقة جديدة صار لها ثلاثة شهر أو شهرين أشوف العلاقة متكافئة الحب بيناتكم متبادل العطاء بيها متبادل الثقة بيناتكم موجودة هذا الشخص نيتا جادة عدتكم زواجه ارتباط بهاي السنة يا برج الدلو المرتبطين أشوف أنه خاصة اللي صار لكم فترة طويلة والأمر كان قاعد يتأجل بسبب أمور مادية فأشوف أموركم المادية في تحسن وأكو تكافؤ بينكم وبين هذا الشخص أكو عدكم احتفالات أكو مناسبات حلوة الناس اللي متزوجين أشوف بالبيت قلت لكم ممكن تكون عدكم فرحة بطفل جديد ولادة جديدة أتخصكم أو أتخص شخص من العائلة المهم أشوف أكو مناسبات حلوة أكو حفلات أكو شراء منزل لبعض الناس المتزوجين أو حتى اللي يفكرون ينتقلون مو شرط شراء منزل فأشوفوا الانتقال البيناتكم موجود والانتقال رح يكونوا بصالحكم وأكثر استقرار لكم عدكم حفلات عدكم خطوبة أو ترسيم العلاقة خلال أول ثلاثة شهر من السنة إن شاء الله الأمور المرتبطين رح تكون كلش حلوة و الله يسعدكم إن شاء الله بعض ويتمملكم على خير بالنسبة للناس ماكو شخصة من الماضي رح يرجع يتواصل وياكم رح يحاول إنه يرجع مرة ثانية من بعد ما هذا الشخص غاب عنكم فترة وأنتو شبهنا هنا العلاقة بي أو حتى منفكر إنه برجعت أشوف هذا الشخص خاص من برج الميزان أو برج العقرب أيضا هذا الشخص سبب لكم مجروح بالماضي وهسه قاعد يحاول يرجع يعتذر لكم من جديد أساسا طاقة اعتذار من شخص قلت لكم جرحكم سابقا بالكلام صارت بينكم وبينه مواجهة وأيضا طاقته هوائية فهذا الشخص أشوفه رح يرجع مرة ثانية وراح يحاول يعتذر من عدكم ويبدأ وياكم بداية جديدة بالعلاقة طبعا لبراج الهوائية ممكن تكون برج الدلو برج الجفزاء برج الميزان وأيضا القراءة ممكن تكون عكسية ممكن أنت مجرحة أو ممكن هو اللي مجرحك بالكلام فعدكم هنا قلت لكم أكبر الجوع العزاب عدكم شخص من الماضي رح يرجع مرة ثانية ويحاول يبدأ وياكم بداية جديدة ولكن أشوف كنت البعض من عدكم انتم خلاص هاي العلاقة وقفتوها قطعتوها فعدكم علاقة جديدة شخص جديد رح يدخل بحياتكم بالفترة الجاية رح يرجع لكم التوازن والتفاؤل للحياتكم للعلاقة خاصة موضوع العلاقات اللي أخذتوا فترة أنتم شونتوا كلش متعبين من عنده فبالفترة الحالية أشوف انه الرجوع موجود وعدكم بدايات جديدة كلش حلوة على صعيد العاطفي يعني بالنسبة لناس المنفصلين المطلقين وينتظرون رجوع ما أشوف لكم رجوع بهاي الفترة أمركم معلق والبعض من عندكم يعني الأمر خلص منتهي فهاي الورقة أيضا البعض الناس والأوراق اللي ظاهر يمي ممكن تكون ورقة عمل ممكن تكون انفصلت بسبب عمل أو بسبب حسد وصار الانفصال ببيناتكم أو الطلاق الرجوع قاعد أشوف متأخر يعني هاي الفترة ماكو رجوع الأمر ببيناتكم معلق فممكن هاي الطاقة تتوضح أكثر بالتوقعات الشهرية من نقراها والتوقعات الأسبوعية فتابعوا المطلقين راح أخلي دائما بكل قراءة لكم مكان بها أنزر لكم أوراق أشوف أوضاعكم لأنه الأمر هنا طالع يمي بالفترة الحالية معلق فأنت حاول تتخلى عن هذا الوضع بالفترة تتخلى عن فكرة الرجوع بهاي الفترة وأترك الأمور هي أول وتالي بعدين راح تكون بصال حق أكو تفاؤل وتوازن راح يرجع لحياتك إن شاء الله بالنسبة للمنفصلين والمطلقين توازن راح يرجع التفاؤل ويقول لك هاي هم طاقة الصبر فأصبر وأتفاءل خير إن شاء الله الأمور تتحسن لأنه المطلقين قاعد أشوفوا الرجوع معلق بهاي الفترة يمكن بطاقة شغلية بطاقة تكون أوسع وتبين أكثر أو خلي شوي أوضح لكم عليها حتى لا تزأل من يوجد رجوع المطلقين برج الجد للأفو مثل ما ترقعت شوف رجوع بالنسبة للمطلقين حبادي المطلقين أشوف إنه عدكم حنين هواية للماضي أو حتى هذا الشخص ممكن يكون أكو حنين من عدكم أو من عنده لأن القرام ممكن تكون عفسية ولكن أشوف أكو حنين بالماضي الطاقة المشتركة اللي بيناتكم طاقة الحنين ولكن أشوف أكو عدكم أطراف خارجية هواية متدخلة بهاي العلاقة وأكو شخص بالذات كبير بالسن شخص مسيطر ممكن يكون طاقة أب أو طاقة أم طاقة أخ كبير هذا الشخص أشوف بينكم وبين الرجوع وهو اللي ممكن يكون سبب حتى إنها العلاقة اللي موجودة بيناتكم فأشوف أنه الرجوع صعب جدا إذا ما كان مستحيل للبعض من عدكم العلاقة منتهية وأيضا أكو طرف بها أكو طرف هو اللي موقف العلاقة وقاطعها ممكن يكون أب ممكن يكون أم سواء كان يعني من طرف أنت أو من طرف الشريك متسلط هذا شخص طاقة أب عنده موجودة هو اللي موقف العلاقة رغم أنه أكو حنين ببيناتكم البعض منكم حتى أكو أطفال ببيناتكم ممكن يكون عدكم طفلين فأكو حنين ولكن أكو شخص تخلى حاول هواية من بعد محاولات تظل هواية حاول يحاول أكو عمل كان موجود عليكم مادام طلعت هاي الورقة وهاي الورقة فأتأكد لي أنه أكو عمل بالنسبة للمطلقين ممكن يكون العمل هو السبب خراب البيت وطبعا العمل ممكن يكون مشروب أو مأكل نوعية العمل اللي عليكم السحر يعني لأنه هذا يطيني طاقة أكثر أنه هذا الشخص هو من العائلة ممكن يكون أب ممكن يكون أم وأكو عمل مشروب هذا العمل هو اللي تسبب بانفصالكم أو حتى تسبب بالمشاكل اللي موجودة ببيناتكم وانتهاء العلاقة ولكن لكم بدايات جديدة إن شاء الله وإن شاء الله طاقة تتغير قلت لكم وانتظروا الطاقة الشهرية تكون أوسع أكثر لأنها تشمل السنة كلها فممكن هاي التأخيرات اللي موجودة هسا والوضع يكون هسا مستحيل ولكن الرجوع ببيناتكم ممكن ممكن يعني يكون يعني موجود لأنه أشوف أكو حنين للماضي حنين الأيام الحلوة اللي كانت ببيناتكم البيت للاستقرار العائلي وأكو اعتذار أكو شخص لازم يعتذر من بينكم أنتم الأثنين فالمطلقين كل التوفيق لكم وبالفترة الحالية الرجوع ما موجود قلت لكم أكو شخص معارض هو اللي موقف الرجوع وهو اللي رافض فكرة الرجوع تماما وعليكم والبعض منكم الثاني ممكن يكون عليكم عمل العمل هذا ممكن يكون مشروب أو مأكول فحاولوا ترقون نفسكم أو تتأكدون من هذا الوضع لأنه قراءة عامة فما راح تنطبق على الجميع 100% بالنسبة للتحديات اللي راح تواجهكم التحديات اللي راح تواجهك يا برج أدلوا أنه أنت تحافظ على نشاطك تحافظ على انطلاقتك تكون صاحب قرار صاحب عزيمة لا تحاول أنه تندفع زيادة رغم أنه أنت منطلق عنده شوفك أنه أنت منطلق وما شايف شي عندك خلاص أنت منطلق عندك سفار تنتقل من المكان المكان أمورك المادية تحاول تحسن بها تشتغل بدل شغلة شغلتين وتلافع حتى تجمع مال التحدي اللي قدامك أنه أنت تحافظ على أمورك المادية تحافظ على أموالك تحافظ على نشاطك اللي موجود هسا من بداية السنة أنت منطلق فالتحدي اللي قدامك أنه أنت تحافظ على النشاط اللي عندك الروح روح هسا اللي عندك روح المغامرة وروح العمل مثل ما نقول فلازم تحافظ عليها وتسيطر على أوضاعك لا تخلي أحد بهاي الفترة يحاول يفرض عليك أنه أنت مثلا تتراجع بخطوة تتخذها وأنت متأكد من عدها رغم هذا حاول لا تستعجل ولكن حافظ على نشاطك بالعمل أنت جيتك بالعمل حاول تزيدها أكثر نقاط الضعف اللي عندك هو الكلام اللي رايح جاي أكو شخص راح يحاول بهاي الفترة عفو سحقت أكو شخص راح يحاول بهاي الفترة أنه يحبطك يحبط معنوياتك ممكن يحبطك حتى على المستوى العملي ممكن شخص ينقلك كلام هذا الكلام غير صادق ممكن شخص يحاول يخرب بينك وبين أحد راح يكون نقطة ضعفك فإذا نكلت نطيها لأي أحد حاول أنه شورك يكون من راسك مثل ما نقول يعني أنت اللي تفكر بيه أنت سوي اللي أنت متأكد منه لتأخذ نصايح من أشخاص ممكن يكونون بعدهم ما عندهم نضج النضج الكافي أنه هما ينصحون النصايح أخذها من تأخذها أخذها من شخص أنت واثق أنه عنده تجارب بالحياة شخص متستشير راح يفيدك لأنه قاعد أشوف أنه أكو كلام راح يكون رايح جاي إشاعات تشغل على تشويه سمعتك أو حتى إحباطك على المستوى العملية على المستوى العاطفي على مستوى حياتك بصورة عام أكو شخص راح يراقبك ويظل دائما ينقل كلام عنك وممكن حتى يحتي كلام بصالحك محلو فلا تخلي هذا شي يكون نقطة ضعفك خلي كل شخص عد حدي ومن تحتي أعرف علم تحتي قوة عزيمة يعني أنت بالفترة الحالية أنت منطلق ماكو أحد راح يلزمك فأشوف أنه نقاط القوة اللي عندك أنه أنت قوي أنت قادر على المواجهة أنت مريت بهوايا ظروف أنت مبقى جرح ما مريت به مبقى مشكلة ما عديت منها مريت بهوا متاعب بحياتك الحد ما وصلت مرحلة من بعد ما أنت حاربت وحاربت صرت قادر على تحمل المسؤولية قادر على اتخاذ القرارات قادر على التمسك بالرأي التمسك بحتى الشيء اللي أنت تريد تتمسك به أنت قادر عليه أنت قوي فنقاط القوة اللي عندك أنه أنت مريت بتجارب هواية ممكن تكون علاقاتك متوسعة أو حتى يعني عندك تواصل هواية تتعرف على ناس جديدة دائما تحب أنه شخصي نصحك تحب تتعلم أشياء جديدة فهي راح تكون نقطة القوة اللي عندك أنه أنت راح تتواصل ويا أشخاص راح يفيدوك بمجال عملك وبمجال حياتك بصورة